السلام عليكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تصريح غريب قال قبل أربعة أيام قال أننا الآن نعيش في أجواء نفس الأجواء اللي كانت قبل بعد نكسة 1967 1967 عندما يعني إسرائيل قامت بشن هجوم على دول المواجهة اللي هم مصر والأردن وسوريا وثم قامت باحتلال الأراضي مثل مثل سيناء وغزة والجولان وغيرها لكن تفسير ما قاله السيسي أو مصرح به السيسي أن الآن نعيش أجواء ما بعد نكسة 1967 أننا حاليا نحن في اقتصاد الحرب لكن خلونا نروح الأمر الآخر هو يقصد أنه 1967 أنه قاعدين نعيش في اقتصاد الحرب أنه يخوف الناس أو الجمهور من اللي قاعد يصير حاليا في إسرائيل مثلا الآن احتلال غزة ومن ثم احتلال جنوب لبنان وغيره فقاعد يشبهها أو قاعد يخوف الناس أنه الآن قاعدين نعيش في أجواء حرب لكن مو هذا يعني المغزل الحقيقي مصر ما تعيش الآن أجواء حرب والحرب بعيدة عن مصر مصر الآن قاعدة تعيش أجواء حرب اقتصادية بمعنى أن لابد من ربط الأحزمة لابد أن يكون هناك حزمة اقتصادية قد تكون يعني ثقيلة على الشعب المصري وشبهها باقتصاد الحرب شنو اقتصاد الحرب اقتصاد الحرب أنه تتوقف جميع المشاريع في الدولة جميع الانفاقات في الدولة ويدهب الانفاق إلى المجهود العسكري أو الجيش أو الدفاع عن الوطن هذا اللي يسمى اقتصاد الحرب لكن اللي يقصده سيسي أنه راح نعيش احنا الآن في الفترة القادمة مثل أجواء الحرب لكن ما في حرب ولكن هناك حزم اقتصادية يجب أن نقوم فيها وإلا ممكن أنها راح تصير في مصر مشاكل اقتصادية كبيرة شنو هذه الحزم هي زيادة الرواتب زيادة المحروقات من الديزل والكهرباء وزيادة الماء والبنزين وغيره وأيضا فرض ضرائب ممكن ضرائب هذه تكون أعلى ووقف الانفاق في بعض المشاريع الغير مجدية ماليا بمعنى أن المشاريع لا تدر على الدولة ماليا صحيح هنا مصر غلطت لما قمت بإنشاء يعني مثلا العاصمة الإدارية يعني مجرد مباني مباني حكومية لا يوجد لها جدوى اقتصادية أو لا تدر على الدولة بأموال ومصر تعيش أجواء حرب نعم تعيش أجواء حرب ولكن هذه الحرب الاقتصادية حاليا اللي قاعدين نشوفها قاعد يصير في مذيق باب المندب وأيضا أحد أكبر إرادات مصر اللي هي قناة السويس حاليا انخفضت إلى 70 أكثر 70 أو 80 بالمئة وأيضا عندك البنك الدولي حاليا خلال السنة القادمة بعد شهر 23 شهور يحل قصد البنك الدولي والبنك الدولي يرغب أن يكون قصده بالدولار اللي هذه كلها عوامل يعني أن الدولة في مصر قادمة على يعني حزم اقتصادية أو تشديد اقتصادي راح تكون صعب على على الشعب المصري بنفس الوقت مؤلمة لأن يعني هذه الحزم الاقتصادية أو آآ وفرض الضرائب وزيادة الرسوم وزيادة الكهرباء والماء والمحروقات وغيرها راح تكون يعني المتضرر الاكبر لها هو المواطن المصري آآ البسيط الغلبان في أمر ثاني ممكن يكون اقتصادي عسكري إن الآن آآ في محاولات لتهجير آآ سكان قزة إلى آآ إلى سيناء وفي ورقة اقتصادية الآن يتم اللعب فيها مع البنك آآ الدولي إذا لم يتم تحجير آآ أهل غزة آآ إلى سيناء وطبعا أنه في آآ إداعات مليارية من الدول الخليج آآ في مصر آآ لإلى الآن ما يعرف هل سيتم تجديد هذه آآ الإداعات المليارية في البنك المركزي آآ المصري أم لا في أيضا غير مشكلة قناة السويس اللي هي مشكلة الغاز الآن مصر طبعا تنتج الغاز الآن انخفاض سعر الغاز وفي مشكلة قادمة اللي هو تعويم آآ الجنيه بسبب الآن بسبب الأوضاع الاقتصادية الآن الصعبة في مصر تم من البنك المركزي تم تقليل آآ صرف الجنيه أمام الدولار أكثر من آآ مرة وحاليا تضخم في آآ في مصر بأكبر آآ معدلاته وزيادة الأسعار يعني زيادة أسعار خصوصا زيادة أسعار المواد الغذائية الاحتياجات آآ اليومية لآآ الشعب المصري مصر تقريبا يعني ما فيه أحصائية دقيقة لكن آآ عدد السكان من تسعين إلى مية مليون لكن فيه ضيوف آآ على مصر اللي هم أكثر من آآ عشرة مليون اللي هم ضمنهم السودان وليبيا وسوريا واليمن وأيضا من آآ السعودية خصوصا المتقاعدين آآ السعوديين الآن الموجودين في مصر هذا يشكل ضغط على الاقتصاد آآ المصري أو محاولة آآ مثل ما يقولون في البلد زحمة على آآ الغلابة أو معيشة الغلابة لكن المشكلة أن اللي يدير الصين فكرة عسكري ما هو فكرة يعني اقتصادية أو رسالة يعني زادت الحد الأدنى من الأجور لكن بنفس الوقت يتم حاليا طباعة الجنيه المصري دون وجود مقابل له من السلع أو من العملات الصعبة أو طباعة الجنيه المصري بحجم ما تنتجه مصر بذلك إذا تم طباعة عدد كبير من الجنيه المصري فأتقل قيمة الجنيه المصري وزيد التضخم هو صحيح ما بين مصر وإسرائيل حاليا حرب عسكرية لكن موجود حرب اقتصادية وحرب ابتزاز من يقود طبعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هو طبعا يدير القرار السياسي أو الاقتصادي الأمريكي وهم اليهود طبعا تم اللعب بورقة الدولار بعدم تصديرها إلى مصر طبعا كارت لمعاقبة مصر في عدم تهجير سكان غزة الآخر في صحيفة معارفة الإسرائيلية يقال أنها كانت في مفاوضات أن أنتم الآن اللي تسببتم في في تاريخ سبع عشر في أكثر من ألفين نفق كانت موجودة والأنفاق هذه من خلالها تم تم تهريب السلع إلى غزة وحدث ما حدث بتاريخ سبع عشر أو ما يعاقبه في تاريخ سبع عشر فقاعدين يحملون مصر اللي صار بتاريخ سبع عشر وبذلك يكون هناك ضغط لتهجير سكان غزة إلى سنة المتوقع اللي توقع اقتصاديا في اليام القادمة أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه لمستويات قياسية اقتصاد مصر بما أنه دخل فيه البنك الدولي أو صندوق النقط الدولي هذا يعني في كل الدول ما دخل بلد إلا هو خرب يعني الاستثمارات الأجنبية هربت من مصر عندك الآن مجموعة الشايع الكويتية من زمان تقريبا وكلاء لستين براند في الشرق الأوسط طلعوا من السوق المصري باختصار يا جماعة اللي أنا سمعته وشفته من أراء الاقتصاديين أن مصر في الفترة قليلة القادمة راح تعيش أجواء حرب 1967 ولكن هذه الأجواء ليست عسكرية أجواء اقتصادية وممكن في الفترة القليلة القادمة قد تكون هناك انتفاضة الغلابة أو انتفاضة الجياع أو انتفاضة الجوع ونسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر